ما هو يعني من آدم احنا منعرف انه فيه خطية والخطية اتورثناها وهي الطبيعة الخطاءة صارت فينا مثل ما تكلم داود بالخطيئة حبلت بأمي فإذا اجتاز الموت إلى الجميع فالفداء وكفارة المسيح لازم ترجع لليوم الأول من خطية آدم ما فينا نترك قصة آدم بالضبط وإن كانوا كما أشرت منذ قليل اللاهوت التحروري عنده اعتراضات على هذه التعليم الأساسي اللي في المسيحية فالمسيحية جوهرها صليب المسيح وفداء المسيح وكفارة المسيح طيب إذا عندهم اعتراض على هذا الموضوع ليه ما عندهم اعتراض أنه الله يتخذ جسد في بطن القديسة المطوبة مريم العذراء ما هذا يعني شيء أصعب أنه العقل يستوعب ولكن المسيحيين كلهم متفقين على هذا الموضوع ما معنى أنه منصدقش قصة الخلق أو الطفان ونصدق مثلا أنه الله ممكن يتجسد بأحشاء مريم العذراء يعني البعض قريت للأسف أنهم ينكروا المولد العذراوي لكن حصلت طفرة جينية فتم الحبل لكن بينكروا المعجزة لأنهم في الحقيقة استبعدوا كل المعجزات من كلمة الله وهنا أتذكر كلمات الرب في مصبور خمسين ظننت أني مثلك يعني إذا كنت أنا ما قدرش يعمل معجزة ربنا ما قدرش يعمل معجزة شف الكفر لكن طبعا أنا ما قدرش لأن أنا إنسان محدود أما الله فكلي القدرة هل يستحيل على الرب شيء زي ما قال الملك جبرائيل للمطواب العذراء مريم ولا يكون شيء غير مستطع عند الله